دينا الكرام في كل مكان في حلقة جديدة من البرنامج الفقهي الأسبوعي المباشر لكل زمان ومكان وضيفنا فضيلة الشيخ حسين حلوة الأمين العام للمجلس الأوروبي للإفتاء حياكم الله فضيلة الشيخ أهلا بك وسهلا ومرحبا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد الرحمة المهدى والنعمة المسدى والسراج المنير سيد الأولين والآخرين ورحمة الله العالمين أحييك أخي الحبيب وأحيي إخواني وأخوات المشاهدين في كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى وتحياتنا موصولة لأهلينا في غزة الصامدين ولأهلينا في بلاد الشام ولأهلينا في اليمن وفي سوريا وفي العراق وفي ليبيا وفي كل مكان من أرض الله سبحانه وتعالى الذين يعانون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشهر الكريم ونحن في يوم السادس من شهر شعبان أن يكون شهر خير وفتح للأمة لتعيش في أمن وأمان على وجه الأرض لتؤدي رسالتها التي كلفها الله سبحانه وتعالى بها بمناسبة شهر الشعبان المبارك نستذكر حديث الصحابي الجليل أسامة بن زيد عندما قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم له أنه ذاك شهر يغفل عنه كثير من الناس بين رجب ورمضان يغفل عنه كثير من الناس نريد أن نتحدث في هذا المعنى وعن استثمار شهر شعبان لأنه أحيانا دائما هناك مخالفات أو مبالغات في التعاطي مع الأمور أو أحيانا في الشق الآخر هناك إهمال وتجاهل فحتى ننظر للمسألة بتوازن ونستفيد من خير هذا الشهر الكريم ونستعد من خلاله لشهر رمضان المبارك ما النصيحة هنا فضلة الشيخ بين يدي هذه الحلقة دعنا نبدأ بقول النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان رجب شهر عظيم وهو من أشهر الحرم كما ذكر الله سبحانه وتعالى إن عدات الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ذكرها بأنها ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب الفرد فرجب من الأشهر الحرم والناس تعرفوا قيمته وهكذا ورمضان من الأشهر العظيمة ولها مكانة حتى في الجاهلية كان لشهر رمضان مكانة فجاء الإسلام فشرع فيه صيام شهر رمضان بين رجب وما بين رمضان الناس غالبا يعني ما يتناسون العبادة وكثير من الناس في بعض البلاد يعني يظنون أن شهر شعبان هذا ربما هو شهر الأكل والشرب وشهر الإعداد البطني والجهاز الهضمي إعداده للصيام فبالتالي يملأ شهر شعبان هذا كما كان يسمى عند بعض الناس شهر البطون أنا هتعملوا كذا وعملوا كذا ويجلس يعمل ما يسمون أصحاب المطعم منيو يعني لستة من أول الشهر أنا اليوم ده سأكل إيه والثاني إيه والثالث إيه الزجته يقول لا على مدار تلاتين يوم من شعبان وتسعة عشرين يوم أنا عايز كل يوم الغادة الأكلة كذا والعشاء أكل كذا قبل ما يجر مدار لكن على كل هذا النوع من المسلم لو وجد لسه عنده شوية من التميز عارف إيه هو أنه هو عنده تخطيط لأنه حتى في هذه الأمور يغيب التخطيط يعني إذا هو يخطط ربما التخطيط هنا ما عدا ذلك لا يوجد فجاء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ليبين لنا بأن هذا الشهر شهر مهم جدا لماذا مهم؟ لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى صحيح الأعمال بترفع في كل اثنين وخميس كما في كل اثنين كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن صيامه يوم الاثنين والخميس قال أما الاثنين ففيه ولد وأما الخميس ففيه ترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى قال أهل العلم هناك رفع الأعمال في الأسبوع فترفع الأعمال في يوم الخميس لأن يأتي يوم الجمعة افتتاحية للصحائف جديدة بعبادة الصلاة بالأفعال التي أفعلها المسلم في يوم الجمعة فالرفع الأسبوعي هو يوم الخميس تمام؟ الرفع السنوي كما يقولون ترفع الأعمال يعني كل ما قدمه العب على مدار يعني أحد عشر شهرا سابقا يرفع في هذا الشهر المبارك خاتمة العام في رفع الأعمال هو شهر شعبان المواء وشعبان فيه يعني فيه أحداث عظيمة جدا والنبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يرى صائم في هذا الشهر الكريم كان أكثر ما يرى من صيام لكنه لم يصم هذا الشهر كل أنا برضو أنا كنت أعرف يعني بعض الناس نحسبهم صالحين والله حسيبهم ولا نزكي على الله أحد دائما يصوم رجاء أبو شعبان ورمضان يتواصل الناس الكبار يعني يواصلوا الصيام رجاء أبو شعبان ورمضان وهذا ليس من السنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام شهرا كاملا إلا رمضان إلا رمضان أما شعبان يصوم حتى نظن أنه لا يفطر كما قال أبي هرير رضي العالم وكان يفطر حتى نقول إنه لا يصوم هكذا خلينا نقف عند هذا المعنى في مسألة رفع الأعمال في شهر شعبان ماذا يعني من ناحية شرعية أن ترفع أعمال المرء سنويا وماذا تختلف عما يسجله الملائكة للمؤمنين يوميا بل كل ثانية إن لم يكن كل جزء من الثانية هذا ما يرفضه من قول إلا لديه رقيب عتيد ومن المعلوم أن رقيب هو عتيد أيضا عن اليمين لأن بعض الناس بيظن أن ملك اليمين اسمه رقيب وملك الشمال اسمه عتيد فأقول لك عم رقيب درجل شديد ولا سهل وعم عتيد درجل صعب لا هو إلا على اليمين رقيب يراقب ما يأتي به الإنسان وعتيد لا يفلت منه شيء ما يلفظه من قول إلا لديه رقيب عتيد عن اليمين وعن الشمال يسجل كل ما يفعله الإنسان يسجل عليه في صحائف حسناته وخبال حضرتك وإن كان خيرا سجل خيرا وإن كان غير ذلك سجل عليه ويظل الملكان يكتبان كل شيء حتى يأتي خاتمة الأسبوع فترفع هذه الأعمال إلى ربي جل وعلا وتأتي خاتمة السنة فترفع هذه الأعمال التي قام بها العبد والتي عملها خلسا لكن أنا حينما تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا كريم وليس بحاجة إلى أن تعرض عليه أعمال يعرف أولايا فربنا سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين خائنة الأعين يعلمه وما تخفي الصدود أقرب إلينا من كما قالوا نحن أقرب إليه من حبل الوريد أقرب إلينا من حبل الوريد فالله سبحانه وتعالى ليس بحاجة إلى لكن هذا من باب تذكير الحبد بأن يكون يعني على تواصل تواصل مع ربي سبحانه وتعالى أن يعلم أن هناك يوم تعرض فيه الأعمال أن هناك شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى كيف أكون في هذا الشهر؟ كيف أكون؟ فأذكر أن هذه الأعمال حينما تعرض تعرض وأنا وجل خائف من ربي سبحانه وتعالى لعل الله جل على ينظر إلى ما فيها من سيئات فيمحوها وينظر إلى ما فيها من حسنات فيتقبلها الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين نعم طيب بناء عليه نحن نجتهد على أن نكثر من العبادات والطاعات في شهر الشعبار استعدادا لرمضان وأجوائه أم هو لتحصين أوراق حساباتنا آخر العام هو للأمرين معنا للأمرين معنا الأمر الأول أنا أستعد أنا إذا جاءني ضيف إذا قيل لي أو قيل لحضرتك بأن هناك ضيفا عزيزا سينزل عليك بعد شهر وأنت هذا الضيف تنتظره من عام تنتظره ماذا ستصنع ماذا سأصنع أنا أنا سأذب إلى السوق وأشتري وأنظم وإلى خيري وأهيئ نفسي حتى حينما يأتي الضيف يجد المكان معد يجد حتى يعني مظهري معد يجد البيت كله معد فهي القضية هكذا هذا يعني هذا مفهوم من مفهوم الاستعداد وأيضا حتى لا يفاجأ الإنسان بالصيام أنت تعرف إن الإنسان يعني دائما كثير من الإخوة أول يوم رمضان بيكون صعبة عليهم ثاني يوم أقل صعوبة ثالث يوم أقل وهكذا لماذا؟ لأن ما تعود الصيام قبله فاجأ نفسه بالصيام شهر رمضان فيحصل عنده شيء من التعب وشيء منه لكن لو الإنسان عنده تدريب عمل زي بالضبط الرياضة لو أنا فجأة قمت فعملت تمرين صعبة جدا وإلى خيري سيأتي آخر النهار وأنا مجهد ومتعب وربما أظل لأيام متعب لكن لو أنا في كل يوم بعمل لي ساعة رياضة أو نصف ساعة أو شيء من هذا القبيل جسمي سيتعوض الرياضة فهذه التمرين تكون علي سهلة ميسرة أمس كان في شكل من أشكال النقاش على هامش حملة للتبرعات على الهواء على أثير قناة الحوار كان حول اجتهاد البعض أن يقول لك يا أخي جميل وجزاكم الله كل خير لكن إحنا باقينا أيام لرمضان أنا عندي صدقة معينة زكاة معينة بدي أعملها بشهر رمضان حتى أكسب مضاعفة الأجور في شهر رمضان لهذا الأخ يعني ربما لا يعي فعل الصحابة رضا الله عليه أنا قرأت عكس ذلك سبحان الله نعم أنا قرأت أن الصحابة كانوا أكثر ما يتصدقون في شعبين أكثر ما يتصدقون وأن الصالحين من الحلف عفوا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم جوادا وكان أدود ما يكون في رمضان الجواد النبي صلى الله عليه وسلم ليس فقط في المال لا إنما حتى في الطاعة في العبادة في قيام الليل في الاستغفار في كل شيء ليس فقط ولا يمنع أن أكون جوادا في شعبان وفي رمضان ما الذي يمنع يعني هو الإنسان يكون كريما في لحظة معينة وبخيل بقية العام لكن لماذا لك أن تسألني أخي الحبيب ليش في شعبان بالذات كان السلف وكذا يقول حتى نعين إخواننا وأهلنا على الصيام فلا يفكروا في حاجيات رمضان وخبال حضرتك أنا عارف النجار ده فقير فبدل ما خليه في رمضان يجلس طيب ماذا سأصنع الأولاد ماذا سآتي لهم وإلى آخره فأنا أخرج الزكاة أو الصدقات من شعبان حتى أفرج عنهم في هذه الأيام الطيبة من هذا المفهوم أيضا أجاز شيوخنا وعلماءنا رضوانا نضاي عليهم أجازوا إخراج زكاة الفطر من أول رمضان لأن بعض علماءنا ومنهم الشفعية رأونا أن إخراجها يكون بعد غروب شمس آخر يوم رمضان لكن أنا لما أخرجها في آخر يعني بعد غروب شمس آخر يوم رمضان ربما الفقير لا يستطيع أن يستفيد منها ربما الأسواق أغلقت مثلا يعني حتى لو أنت عايز يأتي لأولادي بملابس العيد حتى يعني أغنوهم عن السؤال في مثل هذا اليوم أو شيء من هذا قبل هو لا يستطيع أن يفعل شيء بعد غروب الشمس ما يعني لو نظرنا إلى أنفسنا في أوروبا أني مثلا بعد غروب الشمس يعني الساعة العاشرة تغرب في مثلا في البلاد اللي إحنا فيها طب أنا لو أخرجتها بعد غروب الشمس أي محل هذا الذي يفتح حتى يشتري الفقير منه حاجياتي وفيه لما يفتح في الصباح يكون الناس ذابت لصلاة العيد وهو إلى آخر ولذلك الرأي الذي يقول بأن إخراجها قبل يعني في آخر يوم يكون في أيام رمضان ولو من أول يوم رمضان يجوز الإنسان أن يخرجها راعى مصلحة الفقير راعى المصلحة التي تعود على الفقير كذلك هؤلاء الذين كانوا يكثرون من الإنفاق في شهر شعبان كانوا يرعون مصلحة الفقير كانوا يقولون نحن نريد الفقير ده يدخل رمضان ينشغل بالقرآن كما كان السلف أيضا رضوان الله عليهم يستقبلوا شهر شعبان بمزيد من الطاعة حتى يتعودوا على شهر رمضان بل كان شهر شعبان كما نحن نسمي رمضان شهر القرآن لأنه غالب علينا وفيه نزل فعل القرآن لكن عند السلف أيضا كان شهر القرآن يبدأ من شعبان ولذلك كان الكثير منهم إذا جاء شعبان أغلق حانوتة محلة هو وإلى آخر وأكب على كتاب الله يجل على يقرأه يقول هذا شهر القرآن نستعد حتى نستقبل لا يعني أن هذا الشهر القرآن ورمضان ليس شهر القرآن لا إنما هو استعداد واستقبال لما سيكون في رمضان المبارك أخطاء أو مبالغات يقع بها البعض حول شهر شعبان ينبغي أن ننتبه إليها أو نفلترها في حساباتنا الدينية الحقيقة شهر شعبان الذي صنعه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم كثرة الصيام كثرة الاستغفار الذكر لله سبحانه وتعالى ويعني هكذا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى في شهر شعبان تم تحويل القبل حادثة كبيرة كانت في تاريخ لكن أنا إشارتي إلى أخطاء أو مخالفات بدعية الأمة نعم أنا سأتي لكذا تم تحويل القبلة في شهر شعبان في ليلة النصف من شعبان الناس ابتدعوا أشياء في هذا الشهر ما أنزل الله بيام السلطان فابتدعوا مثلا صلوات يسموها صلاة الرغائب أو كذا في ليلة النصف ابتدعوا أدعية مثلا في ليلة النصف من شعبان يدعونها وهذه الأدعية مخالفة حتى لبعض القواعد وأصول الإسلام ابتدعوا بعض الصلوات في شعبان يصلونها وهذه أيضا مخالفة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما خص شعبان بصلاة ولا خص شعبان اللهم كما قلت إلا بكثرة صيامه استعدادا لما يأتي يعني من الشهر الذي بعده وهو شهر رمضان المبارك طب يعني معقول كل هؤلاء الناس اللي بيصلوا مثلا كما قلت صلاة الرغائب أو بيحيوا ليلة النصف من شعبان احنا بتجينا صور مثلا في بلد زي تركيا كأنها يوم عيد أو كأنها صلاة جمعة أو كأنها ليلة القدر كل هؤلاء يعني مخالفين كل هؤلاء آثمين يعني لا هو في الإسلام ليست العبرة بالكثرة أو بالقلة الإسلام ولذلك قال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وَمَا يُمِنُوا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا هُمْ مَشْرِكُونَ فالكثرة ليست هي معيار إنما المعيار الساند الصحيح الذي وردت به هذه العبادة وأمور العبادة كلها أمور توقفية لا مجال فيها للاجتهاد أو الاستحسان أو العقل للعبادة لكن في أمور الدنيا هذه الإنسان يستحسن أنتم أضرب شؤون دنياكم كما قال الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لكن في العبادة الله سبحانه وتعالى قال فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحاً ولا يشرك بعبادة ربه أحداً والحديث لن يقبل الله من العمل إلا أصوبه وأخلصه قالوا عرفنا أخلصه فما أصوبه قال أن يكون على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحنا بنيجي نأخذ معلش هذه العبادة هذا الفعل الذي يفعله حسين أو علي أو محمد أو أي إنسان نأخذ هذا الفعل ثم نقيسه على الميزال الذي عندنا نبحث هل له سند من كتاب هل له سند من سنة هل له حتى سند من فعل الخلفاء الرشدين النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الرشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجد وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وأمنا أم المؤمنين السيدة البتول الطاهرة سيدة عيشة رضي الله عنها واردها قالت من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فورد من أحدث في ديننا هذا فما ليس منه فورد نحن نرى بدعة كثيرة ومكرات انتشرت في الأمة للأسف بل ويعني يعني عايز أكون يروج لهذه البدعة وهذه المكرات أناس لأغراض ما حتى تلتهي بها الأمة لأنه ولذلك تتجد مثلاً أنا لا أنكر التصوف كله إنما أنا أنكر منه الشاذ المخالف لكتاب اللي وسنة المصر ده تجد في كثير من البلاد يشجعون الطرق الصوفية وأفعالها مع أن بعض أفعال هذه الطرق الصوفية وإلى آخره ثم يقال هذا تعبد لله أو هذا تقرب إلى الله أي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى هذا والله سبحانه وتعالى لا يقبل معه شريك حينما يدخل الإنسان فيقول يا سيدة أغثيني يا سيد مش عارف فلان أغثني يا فلان أعمل رأيت في النصر حتى أحد الأضرحة توضع الأموال ثم يأتي القائمون على هذا المكان يأخذون كل هذا المال كل نهاية أسرحة هذا عند الإمام الشفع في مسجد إمام الشفع هذا رأيته بعيني في مسجد الإمام الشفع حضرتك طول الأسبوع كل واحد عنده مشكلة يكتبها في ورقة ويحط معه يعني اللي يقدر عليه يحط معه جنيه اتنين ثلاثة خمسة ويلي فأه ويحطها لو رحت يوم الخميس مسجد سينة إمام الشفع بس تروح من خميس الظهر ولا العصر تجد الظريح حوله مليان أموال إيش يذهب وإيش عشرات وإيش خم رغم رغم فقر الناس رغم فقر الناس لكن يخرجوا هذه الأموال عن طواعية وطيب خاطر وطيب خاطر ويرمو بها تعال فجري بقى بعد ما تصلي الفجر هناك تجد الظريح مفوش ولا أي حاجة تمهول بكون أخذها الإمام الشفع جم بقى القائمين على المسجد حضرتك جمعوا هذه الأموال الناس بجهلها يظنون بجهلها والناس كثيرين يعتقدوا هذا على الفكر أن الإمام الشفع يجتمع مع السيدة زينب رضي الله عنه عنها وأرضها ليلة الجمعة ومش عارف معهم مين تالت أنا مش فاكر التالت هم يقولوا ثلاثة ويعملوا محكمة والسيدة زينب هي رئيسة الديواني يسموها رئيسة المحكمة وأي وعد عنده مشكلة وأين الله ماذا بيننا وبين المشركين ما الفرق هذا مسلسل ولا فيلم مصري لا هذه حقيقة للأسف وللأسف أئمة شيوخ خارجي خارجي الأزهر وإلى خير يقرون هذه بل يرون أمام أعينهم هذه المنكرات وهذه المبقات وهذه الأعمال التي يعني أقل ما يقال فيها أنها أعمال شرك بالله سبحانه وتعالى ويسكتون لذلك لا نأخذ بما يفعله الناس إنما عندنا القياس عندنا الكتاب والسنة هل فعل النبي ذلك؟ هل فعل النبي؟ للأمانة لا نجد في تركيا مثلا هذه الأمور وفي المقابل نجد الناس تحيي مثل هذه الليالي بأعداد كبيرة وبينهم أهل علم شرعي وغيره هل عندهم مثلا أحاديث يستردون إليها مختلفة عليها؟ كما يقول شيخ رسالة المتيمية عليه رحمة الله كل ما ورد في فضائل ليلة النص من شعبان جلها أو كلها أحاديث موضوعة لا يصح منها شيء اللهم إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في هذه الليلة يا سيدي عايز تصلي صلي ما عدا ذلك بقى من الأمور ده في دعاء صعب صعب أوستاذنا لوحد يقبله اللهم إن كنت كتبتني هكذا يقولون في الدعاء والدعاء ذا بيبقى على فكرة كتيب اسمه دعاء ليلة نص من شعبان وأنا أدعو الإخواني وأخواتي أن يقبلوا على هذه الدعية الدعاء الذي يخرج من القلب ويلامس الجوارح هو هذا الدعاء الذي يقبله الله سبحانه وتعالى إنما يتقبل الله من المتقين أدعو ربكم تضرعا وخف الإنسان يتضرع في دعائه لا يمسك كتاب ويقرأ واللهم إن كنت شوف إيش ماذا تريد من ربك سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى كتاب في هذا الدعاء من الكلمات التي تخرج الإنسان وتخرج القول عن صحيح الإسلام اللهم إن كنتك تبتني استمع اللهم إن كنتك تبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروماً فامحوا اللهم بفضلك شقاوتي وحرماني في أم الكتاب لا لا لو في الصحيفة صحيفة الإنسان آه أما في أم الكتاب لا محروى فيها ولا إثبات لذلك قال الله سبحانه وتعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت ثم قال وعنده أم الكتاب وفي الحديث أول ما خلق الله جل وعلا خلق اللوح ثم خلق القلم وقال القلم أكتب ما هو كائن وما يكون إلى أن تقوم الساعة فكل شيء في كتاب عنده سبحانه وتعالى هذا الكتاب فيه مقادير الخلق فيه كل شيء لكن صحيفتي أنا وأنت فيها محو وفيها إثبات لأن أعمل سيئة تكتب علي سيئة أقول يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي ثم هذه السيئة أعمل حسنة تكتب حسنة وقد تضعف إلى عشر حسنات يسجل لهذه الطرق مع هذه المخالفات التي عليها أنها حفظت للناس شيئا من الارتباط بالدين في ظل ما مروا به من قمع وحرب على الدين في بلدانهم لم يكن النظام في تركيا مثلا قبل عشرين ولا تاتين سنة يسمح بأي ممارسات دينية إلا بمثل هذا الشكل وهذه الطريقة وهي التي خلت الناس عندها شوية علاقة بالدين يعني ألا يسجل لها ذلك هذا ميزان العدل هذا هو ميزان العدل أنا أقول عندهم من السيئات عندهم كذا لكن بعض الطرق خاصة في هذه البلاد التي تتكلم عنها حضرتك البلاد التي عاشت تحت يعني الشيوعية ما يقارب من سبعين سنة البلاد التي عاشت تحت العلمانية البغيضة كما تذكر البلاد الأخر البلاد التي يعني كان الاستعمار فيها يمنع أي شيء ينادي باسم الإسلام لا شك إن كثير من هذه الطرق حفظت بقاء الإسلام في هذه البلاد ونحن نعرف هذا جيدا والميزان الذي يجب أن نحكم به دائما هو ميزان العدل يعني كل إنسان عنده سيئات والله سبحانه وتعالى علمنا يسألونك عن الخمر والميسر كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفسنا أكرمك الله أستاذي سنتابع معك ومع جمهورنا الكريم ولكن بعد وقفة قصيرة مع الفاصل رح نفتح المجال لأسئلتكم سواء عبر الهاتف أو عبر الإيميل أو عبر السكايب أو عبر صفحاتنا على الفيسبوك فاصل قصير راجعين فلا تذهبوا بعيدا من جديد نرحب بكم وبكل ما ننضم إلينا الآن في البرنامج الفقهي المباشر لكل زمان ومكان وضيفنا فضلة الشيخ حسين حلاوة الأمين العام مرس الأوروبي للإفتاء والبحوث مجدد التحية لكم فضلة الشيخ ومعبر صفحاتنا على الدكتوراه في الصيدرة ومحب يأخذ من البنك والبنك تكفل بشراء الأدوية وبشراء المحل بقيمة 450 ألف يورو مع العلم يشير هذه الأشياء وفيه 0.25% ديادة يعني هل يصل هذا حلالة أو مخالفة؟ يعني هو عفوا هذا الدكتور الصيدلاني يريد أن يستثمر فيفتح صيدليته الخاصة بتمويل ربوي من البنك ويسأل إن كان هناك استثناء ما موافقة ما مثلا على غرو الفتوى التي ترتبط بشراء المنازل وفيها بعض الاستثناءات أليس كذلك؟ لا البنك تكفل بشراء المحل وبشراء الأدوية من الصيدلية العامة نعم يشيكون ويوفر كل شيء والقيمة هذه 450 ألف يورو زيادة 0.25% ماشي إحنا الزيادة الزيادة نتكلم فيها لكن الآن هو كيف سيسددها للبنك يعني هي على شكل قرض من البنك له ستقول إليه وهو سيسدد للبنك شهريا مع الزيادة التي ذكرتها أنت إيه ستد الشهرين ولا كل 13 يعني نعم واضحة للفكرة يعني هو البنك سيشتري المحل ويشتري الأدوية ثم يبيع هذه الأشياء للدكتور هذا للصيدل نعم يبيعها ومثلا 450 ألف هو زيادة 0.25% من المبلغ 45 ألف الزيادة دي مال يعني الزيادة دي أخذها مال سائل لا يسددها للبنك يعني طيب بس خلينا نفرق بين قضيتان أنت هنا نتحدث عن معاملة بيع وشراء ولم نتحدث عن قرض يعني بمعنى هو حيروح البنك البنك رح يعطيه فلوس هو يأخذ الفلوس يشتري فيها ولا لا البنك هو اللي بدي يشتري وبعدين يبيعه نسمع بعض البنك هو اللي مش يشتري المحل ويشتري الأدوية والقيمة متاعها الكل ب450 ألف يور بين المحل والأدوية ويسد 450 كل شهر ولا كل 13 أشهر يعني قصد الزيادة 0.25% صحيح لأنه هو يبيعه بالأجل يبيعه بالأجل نعم نعم والآن بعد ما يسدد البنك بعد 2030 سنة بتصير الصيدلية له نعم وضح الفترة حياك الله يا أحمد إن شاء الله تسمع الجواب حياكم الله أهلا وسهلا معنا أيضا أم هبة من إسبانيا تفضل يا أم هبة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم عندي سؤالين الشيخ إذا كان ممكن يسمعك الشيخ تفضلي يا أم هبة تفضلي نعم يا شيخ هو مؤخرا جات الاتصالات يعني تواصل مع النساء كثير يعني بسبب عندهم مشاكل كثيرة مشاكل أسرية ومشاكل مع أزواجهم وكنت متطرة أني أخذهم يعني أخذهم إلى أخذهم إلى جمعيات يعني نسائية يعني مهتمة بالنساء المعنفات وعني بدي أعرف رأيك يعني هذا التصرص يعني صحيح وصأنني في الفترة تقولين أنا زوجك زوجك لا لا ليس زوجي ليس زوجي صديقات يعني طلبوا مني يعني اصحابهم إلى جمعيات هنا في صديقاتك طلبوا منك معلش الصوت يتقطع طولي بالك أم هبة لا زوجك ما شاء الله عنه منحكيش عن زوجك صديقاتك طلبوا منك صديقاتك طلبوا منك معذي رفض أصلح لك العديد من النساء يعني طلبوا مني اصحابهم إلى جمعيات نتائية هنا في إسبانيا لأننا عندهم مشاكل زوجية كتير يعني بعد محاولات كتير يعني من من الصرح وتدخل يعني عائلات وتأخذ تدخل يعني الأسر تدخل أصدقاء إلا أن المشاكل يعني مستمرة يعني مع أزواجهم وأنا يعني قمت بمساعدة مني أخذهم يعني استحبتهم يعني الجمعيات السائلة هنا من أجل يعني استواصل مع طبيبة نفتية يعني ولا أعرفين إذا كانت تصروا فيه هذا صحيح أم أنه يعني تصروا في خاطئ والله في الحقيقة يعني الحدود الآن لا يتوجد جهة يعني في المسجد أو لجنة أو التي تقوم يعني بالتدخل لحل هذه المشاكل الزوجية نعم والمشاكل أثرت على الأطفال يعني فيه الأزواج يعني يلعبون القمار فيه يعني أزواج ليتحملوا مسؤولة يعني مصارية أولاد فيه وصريعين تعيشوا وشتاف كذير يعني حتى يا أم هيبة يا أم هيبة الله يذكر خير على جهودك وفضلت الشيخ والله يعني مش حتى إذا كانت تصروا فيه صحيح أو أن إن شاء الله تسمعين حدود الآن لم يسبق لأن أخذت يعني أوصلت أسر للصلاق أو أوصلت أسر للشرطة الإسبانية يعني فقط أصحبهم يعني إلى الجمعية نسائية من أجل الصوات ومعلى صبيبا يا فقط هذا ما شاء الله عنك إن شاء الله تسمعين الجواب من فضلة الشيخ حياك الله محمود من رومانية فضلها محمود السلام عليكم وعليكم السلام والله وسهلا الله يبركاته حياك الله شيخنا أعيد أجلك سؤال شيخنا أنا طبيعي اعتيابي أقوم الليل أختم السنن كلها بالقرآن شهرا كاملا أختم القرآن بالشهر مرة أسبح 24 ساعة قدر المستطاع أتصدق أتذكى كل شيء أفعل ماذا أفعل بعد يادة رمضان حاضر ما شاء الله عليك ربني ربني يوفقك ويكرمك يا ربي وتسمع الجواب إن شاء الله ويثبتك على دينه مريم من إيطاليا تفضل يا مريم السلام عليكم وعليكم السلام الله الله يبركاته الله يخليك أنا بريد نسأل نحب نسأل الجبن أنا موجودة في إيطاليا وهناك جبن يقولون إنه في مادة نعم ولكن ما نبينينش في تفسير من أي نوع وش هي من البقر أو من الخنزير أو هل يعني أنت وكيفي أجبان في المحلات وغير واضح إنه هذا الجبن شو أصله يعني تسأل البائع ما بيعرف يحكي لك هذا الجبن من بقر ولا من غيره لا لا ما يحكيوش حيث هما عرق يبيعو ماشي هما اللي كي يصنعو غير لو سألتهم لو سألتهم ما بتعرف لو كتبت هما بنفسي هما ما يعرفوش ولو كتبت على المت ما بيبين معاك هذا الجبن شو مصدره أناسف لا هل يجوز أم لا يجوز في أي مكان بيكتب عليه ومنين يعني أي جبن يعني ممنوع طب أنت اسمعي إذا هذا النوع غير مكتوب عليه ومش معروف مصدر إيش بدك فيه لماذا تشتريناه أصلا شو في نوع غيره يكون مكتوب عليه لا هو مكتوب عليه يعني من البقر ما هي معنية بقر كيجروا في واحد المادة لكي يتجمد ولك المادة أنت قصدك الأنفوحة يمكن الآن أنت قصدك إذا كان من بقر أنه حلال ولا مش حلال مدبوح حلال ولا مش حلال هيك مثلا نعم طيب على كل أنت رح تسمعي جواب شامل في موضوع الأجبان وشراء الأجبان في هذه الدول الغربية إيش المراحضات ونأخذ التوجيه بشكل عام في هذا السياق حاضر إن شاء الله خلينا نبدأ مع أحمد من فرنسا البنك يريد أن يشتري الصيدلية ثم يبيعها له بسعر أعلى طبعا من الذي اشتراه بها على أقصات بيع بالأجل كما قال هذا بهذه الصورة التي حضرتك ذكرتها والتي فهمناها من الأخ وأكد على كلمة فهمناها يعني أنه البنك سيشتري البنك سيكون بنفسه بشراء المحل ويكون بنفسه بشراء الأدوية ثم يقوم البنك بيبيعها ثانية يعني خلاص دخلت في ملك البنك حتى لو اشتراها بأمر من الصيدلي يعني بمعنى الصيدلي قال له أنا رغبتي في الأرض في البنك ورغبتي في هذا حتى لو اشتراه كذا ثم يأتي البنك فيبيعها له للصيدلي ثانية ولو بزيادة توصل إلى ما تصل إليه مدام التراضي بين الطرفين في الربح فلا شيء في ذلك هذا بيع وشراء لكن لو أنه سيأخذ قردا من البنك هذا شيء آخر لو هو يأخذ قرد من البنك عشان يشتري المحل ويشتري الأدوية لا هذا تعامل بالربح والمجلس لم يكر إلى يوم من هذا هذه الصور المجلس أقر أخذ قرد لشراء بيت لأن البيت حاجة تنزل منزلة الضرورة طيب أم هيبة من إسبانيا تستحب النساء اللواتية إسنى من أزواجهن وفجورهم كما تقول وقمارهم وغيرها وباعتبار ما فيش مراكز إسلامية تقوم بهذا الدور فلا تأخذهم للقضاء ولا للشرطة وإنما تأخذهم للجمعيات المختصة بمتابعة أحوال النساء المعنفات وتقول هل يلحقها شيء من الإثم أو الخطأ بهذا دعني بس أقول في أول أمنيتي وأتمنى أن يكون في كل مركز إمام يقوم بهذا الأمر أن يكون في كل مركز مرشد أو أخت تتعاون مع الإمام ليقوموا بهذا الأمر تكون هناك لجنة لمعالجة مثل هذه المشاكل الاجتماعية التي تقابلنا يعني إحنا بحاجة أرسون إحنا بحاجة بحاجة أن مراكزنا الإسلامية كما تجعل أن هناك إماما له راتب وتجعل مؤدنا له راتب وتجعل خادما ينظف المسجد تحتاج أن تخصص من ميزانيتها موظفة أو موظف مؤهل في مجال الإرشاد الأسري والاجتماعي مع خلفية شرعية يكون يعمل في هذا المركز لهذه القضايا حفاظا على المجتمع المسلم أحسنت أحسنت جدا حتى لو عندهم شمال على الإمام أن يشكل لقنة متطوعة من أهل الخير وسيجد وسيجد سيجد في أي يعني أنا آسف لتقوم لأن الأسرة في الإسلام تختلف إحنا لنا قيم ولينا ثقافة ولينا أخلاقيات في أسرنا ولينا مبادئ قد تختلف عن غيرنا وهذا ليس عيبا إنما كل قوم لهم ثقافتهم وكل قوم لهم أخلاقياتهم وكل قوم لهم مبادئهم وهكذا فأنا أتمنى أن يكون هذا لنا جميعا ولعل كل إمام يسمعني لعل كل مسؤول في مركز يسمعني أن ينشئ في مركزه هذا الأمر أن يكون هناك من يصلح بين العائلات بدلا من أن نجد من يأخذ الزوجة مثلا من النساء لتذهب بها إلى جمعيات والجمعيات تحرص على أن تفرق بين الرجل وبين المرأة لمجرد خلاف في الرأي أو لمجرد شدة أو شيء من هذا القبيل وهذه أمور بالإمكان أن تعالج أو كذلك لك من يأخذ الرجل مثلا ويعين على أن يفارق زوجتها وأن يطلقها على إشكاليات حدثت منها بالإمكان أن تعالج أنا أقول بأن الجمعيات الموجودة التي تعين الأسر هي جمعيات سيئة لكن الثقافة التي تتعامل بها هذه الجمعيات ولذلك في المركز عندنا عملنا دورات للشرطة حتى كيف تتعامل مع المسلمين لما يروح يجم على بيته ما يدخلش كده مرة واحدة يدخل بالحزاء يدخل بكذا قد تكون مرأة عالية قد تكون مرأة كذا كدت تكون مثلا عملنا دورات لهذه الجمعيات كيف تتعامل مع الأسر كيف تتعامل مع المرأة ومع زوجها هناك خصوصيات في الأسرة وخبال حضرتك والإسلام جعل طرق المسلم يسلوك أولا في الإصلاح الطريقة الأولى إذا كان الضرر من الزوج ماذا نصنع إذا كان الضرر من الزوج ماذا نصنع إذا كان الضرر منهما ماذا نصنع ونظل إذا هناك يأس من الرجل إذا كان هناك يأس من المرأة حتى في آخر الدواء جعل الإسلام آخر الدواء الكي لا نصل إليه إلا بعد أن نفقد كل الصور وكل الإمكانات إلى الحل فأنا أشكر الأخت بفعلي هذا إذا كانت هذه الجمعيات تحاول الإصلاح وإذا كانت هذه الجمعيات تحاول العلاج لأنه برضو قد تكون قضية قضية نفسية بحاجة إلى طبيب نفس والعرب والمسلمين عندهم حساسية من الطبيب النفس شوي يعني يظنون أن معنى هذا بل طبيب نفسي بالضرورة أن يكون مجنون وليس هذا الأمر هنا في الغرب لإنما الإنسان نتيجة للضغوط العمل ربما للضغوط الحياة ربما للضغوط المسيرة التي سارت هذه الأسرة في حياتها قد تكون مسيرة مطاردة من بلد إلى بلد إلى بلد إلى بلد هذه لا شك بتؤثر على النفسية نفسية الرجل ونفسية المرأة قد يكون العلاج النفسي جزء من إصلاح هذه الأسرة لا بأس وليد من العراق وعليكم السلام عليكم السلام الله أبركاته لا العفو أنا من أهل السنة والجماعة حياتك الله أهلا مليك الله يخليك شيخنا الكريم يعني حبيت أسألك عن بعض الروايات تنقل من رسول الأعظم بعض الأغوال ويعني هناك أغوال من رسول عن ظهور المهدي في آخر الزمان يعني هذه الأحاديث سببت مشكلة عن بعض يعني هناك بعض الناس يطبعون أحداث الحاضر كمؤشرات لظهور المهدي ويتكون أحداث مثلا اليوم اليوم للأسف انقطع الصوت من المصدر لكن الفكرة وصلت سنعلق عليها طيب محمود من رومانيا يتحدث عن برنامج كما وصف برنامج جيد يقوم به من الطاعات وقراءة القرآن وكأنه يسأل يعني طب كيف له أن يضيف في رمضان أو بعد رمضان أحب الأعمال إلى الله أدوامها وإنقل أحب الأعمال وكأن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب عملا داوم عليه والإنسان سيظل هكذا على عبادة على صلة بربه جل العالى حتى يلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنه راضٍ وكل يعني زمن له فنه وله عبادته وله يعني أنواع من العبادات تختلف يعني في رمضان سيأتي لي الصيام سيأتي لي الاعتكاف سيأتي لي الذكر تلاوة القرآن يعني وهكذا يعني سيأتي لي صلاة القيام وصلاة الترويح في رمضان الإنسان يحاول أن يوظب على المسجد ولعلنا في كيف نستعد لرمضان نعلق علىه نعلق علىه مثل هذا بشيء من التوسع أكثر لكن نسأل الله أن يتقبل منه وأن يزيده من فضله سبحانه وتعالى وأن يصلح حال الأمة كلها إن شاء الله نوها إسكندر عبر الفيسبوك تقول كل عام وأنتم بألف خير تحياتي للشيخ الجليل سؤالي عن كيفية احتساب زكاة المال في حال وجود قرض يسدد شهرية من الراتب والعدة سنوات مقبلة وبجانبه بعض الودائع أسأل الله تعالى أن يعيننا على سداد هذا القرض الإنسان يحدد لنفسه شعر يخرج فيه زكاة مالي ليكون شعر شعبان رمضان شوال من الأشهر بالعربية الشعور القمريان يأتي في هذا الشهر يجلس مع نفسي ويأتي بإذفاتره وبالقلم والورقة ويجلس ويحسب كل ما عنده إذا عنده دين حال حال يعني مثلا هب أن أنا أخرج زكاة في شعبان فجد في شعبان جلست وجماعت أموالي كل اللي عندي وجدت أن ثمة دين بأخرجه كل سنة كل شهر فحال الآن أطلع الدين بتاع الشهر هذا أطلع أخرج من رأس المال أخرجه من رأس المال الدين الذي يحل أما الدين المؤجل فلا الدين المؤجل لا يعني لا يخرج من رأس المال فقط الذي يخرج من رأس المال هو الدين والحال لأنه يسأل له وخرج الدين المؤجلة معنا ذلك إن كل أمواله ستكون وقف هو يخرجها ويسيبها هيتركها لن يخرجها لكن لو هو سيذهب لو هو يقول مثلا أنا والله هذا الشهر اللي هو فيه زكاء سأسدد كل ديوني ثم يأخذ ماله ويسدد ديونه ألا أسأل ما عندنا شيء لكن إذا بقي عنده المال واجب عليه أن يخرج عليه الزكاء محمد من أسكتلندا تفضل السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته مرأة الله ورحمة الله وبركاته على هذا الموضوع عندي سؤال قرد من البنك للدراسة وبعد انتهاء الدراسة الإنسان يشتغل ويسدد أنت تقصد أن هذا الذي يقدم للمواطنين في الدول الغربية حتى يدوسوا دراساتهم الجامعية بارك الله فيك نعم إن شاء الله نعلق عليه حاضر إن شاء الله طيب أستأذنك شيخنا في الترتيب الأسئلة مريم من إيطاليا أثارت موضوع الأجبال أولا أنا أريد أن أقول للأخت إن أي من قانون أوروبا هنا إن أي شيء يعرض لابد أن يكتب عليه كل شيء عنه ما يسمى الهيستوري التاريخ بتاعه ده إيه مصنوع من إيه والمكونات والمكونات نسبة الأملاح نسبة السكاك وكل الدهون لازم الكلام ده كل يكمل بإمكانك إنك تشكو من لا يفعل ذلك أحسنت بل أي حاجة غير مكتوب عليها لا يسمح ببيعها أنا أذكر إن أحد الإخوة جاء بماء زمزم ليبيعه وخبالها مكتوب عليه ماء زمزم صودرت كل مبايعه ورميت لأن مجرد المكتوب عليها ماء زمزم لا يكفي بهم يعرفوا كم فيها صودر أحسنت فالمرة التي بعدها جعل الشركة يعني في السعودية المصدرة المصدرة تكتب له إني عليها كذا كلسم وعليها كذا وعليها كذا فهذه النقطة الأمر الآخر أن خضايا الجبن أولا الجبن لا علاقة لا بالذبح لأن الذبح إذا ذبحت لا يأخذ منها لبن إنما اللبن هذا حال حياتها والبقر حال حياتي مما سمح لنا الدين بأكله وشرب ألبانه وأجبانه إن شاء الله بمزرعة مسلم أو بمزرعة واحدة أيوة ما فيه شيء اسمه بقر حلال وبقر غير حلال ولا غنم حلال وغنم غير حلال حل الله جل على لنا المعز أحل لنا البقر أحل لنا الغنم أحل لنا الجمال أحل لنا ما يسمى بالجاموس لا موجود في بعض البلاد والبعض لا ما أحل لنا يجوز أن نشرب البانه وأن تجاوز العلماء عن الأنفحة التي توضع في اللبن لتحوله إلى جبن تجاوز عنها وإن كانت حتى من غير شيء حلال هذه أريد أن أذكر فيها في قضايا الجبن لأن لو خرأت مثلا بأن الأنفحة ديت أصلا من كذا أو أخذت لا تعبأ بها لا تعمل فرق في هذا السياق هنا شيخنا الجليل استفسار عن تقديم موعد العشاء هل يجوز نحن في إيطاليا تقريبا في شهر خمسة أو ستة نصلي العشاء قبل موعده تقريبا ساعة وذلك مراعاة لتأخرها لمراعاة ظروف العاملين فهل هذا يجوز أيضا من نسبة للنساء في البيوت أفتى المجلس الأوروبي للإفتواء البحوث وهذه فتواه بأن في البلاد هناك بلاد تغييف فيها العلامة خالص فهذه لها أن تجمع الصلاة هناك بلاد تجمع المغرب مع العشاء هناك بلاد تتأخر فيها العشاء تأخرا يسبب حرجا للناس والله جل على قال وما جعل عليكم في الدين من حرج فيجوز تقديم وقت العشاء قبل صلاة وقت العشاء قبل وقتها بفترة إذا كان في ذلك رفع الحرج عن الناس أو جمع المغرب مع العشاء وإذا أجزنا هذا للناس في المسجد فهو في البيت كذلك يجوز ولا شيء عليه سنتابع معكم فضيل الشيخ مع باقي الأسئلة ونستقبل المزيد منها ولكن بعد أن نقف هذه الوقفة القصيرة مع الفاصل ونعود معكم لمشيئة الله على رأس الساعة فلا تذهبوا بعيدا شكرا